بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنقوم باستعراض جهاز جالكسي A15 وسنذكر أبرز الميزات والعيوب في الجهاز دعونا نبدأ تصميم الجهاز جميل وخاصة مع اللون الأبيض حيث يأتي الجهاز بثلاثة ألوان الأسود والأزرق والأبيض ويأتي بوزن 166 جرام ويوجد في الجهاز من الأمام شاشة كاملة بمقاس 6.4 إنش بأبعاد 19.5 على 9 وتشغل الشاشة 84.9% من واجهة الجهاز وبدقة Full HD Plus من نوع Super AMOLED ويوجد فيها من الأعلى كاميرا واحدة على شكل حرف U وهي بدقة 25 ميكابيكسل ويأتي الجهاز ببصمة إصبع مدمجة مع الشاشة وقد قمنا باختبار سرعة استجابتها وكانت جيدة ويوجد في الجهاز من الخلف ثلاث كاميرات الأولى بدقة 25 ميكابيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية بدقة 5 ميكابيكسل بفتحة عدسة 2.2 والثالثة بدقة 8 ميكابيكسل وتدعم التصوير بزاوية 123 درجة وأيضا يدعم الجهاز التصوير البطيء بدقة Full HD على 240 فريم ومن الأطراف يوجد أزرار رفع وخفض الصوت وأيضا زر الطاقة ومن الطرف الآخر يوجد مدخل الذاكرة الخارجية وأيضا يدعم تشغيل شريحة اتصال مع الذاكرة الخارجية والحجم الأقصى لسعة الذاكرة الخارجية 512 جيجابايت ومن الأسفل يأتي الجهاز بمدخل السماعة 3.5 وشاحن من نوع USB Type-Sync وسماعة واحدة ويدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 15 واط والآن دعونا ننتقل إلى المواصفات الداخلية للجهاز يأتي الجهاز بنوعين من رام 4 أو 6 جيجابايت ومعالج من شركة سامسونج 9610 ويأتي الجهاز بنوعين من سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت وسعة بطارية الجهاز 4000 ميلي أمبير والنظام الذي يأتي به الجهاز هو أندرويد ناين مع واجهة سامسونج ونيو آي ويدعم الجهاز ميزة الرفاهية الرقمية وأيضا نظام الإذاعات حيث يأتي معه تطبيق لتشغيل الراديو وأخيرا سعر الجهاز 319 دولار تقريبا أو 1199 ريال والآن بعد أن ذكرنا أبرز ميزات جالكسي A15 دعونا ننتقل إلى العيوب أولا الجهاز لا يدعم ميزة الصوت المحيطين إلا إذا قمت بتوصيله بسماعة خارجية ثانيا لا يوجد في الجهاز زر بيكسبي ولكن لازلت تستطيع تشغيل بيكسبي من داخل الجهاز ثالثا يأتي الجهاز بسماعة واحدة وهذا يجعل الصوت ضعيف قليلا رابعا لا يوجد في الجهاز ميزة فدح الجهاز بواسطة قزحية العين خامسا جودة تصنيع الجهاز سيئة قليلا ولكن مقارنة بسعر الجهاز فجودة التصنيع جيدة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة استعراض جهاز جيالكسي A15 وتعرفنا على أبرز الميزات والعيوب في الجهاز أتمنى أن تكون قد نالت عجابكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك